ترجمة نانسي قنقر التي بقدر ما لها من إيجابيات إلا أن أخطارها الممتدة لكافة المجالات وفي مقدمتها الأمن تستوجب تكاملا تقنيا خليجيا يتصدى لها ويحمل منطقة من تهديداتها على أمنها واستقرارها وتنميتها وحذر سموه بأن المنطقة مستهدفة في أمنها واستقرارها وتقنية المعلومات أحد الأبواب التي من الممكن أن تكون معبرا لهذا الاستهداف ولكن بالتجمع الخليجي والتعاون الثنائي والجماعي سنتصدى لأي خطر وسنحصر التكنولوجيا في جانبها الإيجابي لخدمة الاستقرار في المنطقة ودفع عجلة التقدم والنمو فيها هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم الفريق الركن مع لشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية الذي قدم لسموه اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة عقاد الاجتماع الخامس للجنة بمملكة البحرين وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تطويع تقنية المعلومات لمزيد من التقارب الخليجي والتعاون على الصعيد الاقتصادي لدورها في تسهيل التجارة البينية وبالتالي مضاعفة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس وشدد سموه على أهمية السمو بالتعاون الخليجي في المجالات التقنية ويكون هذا التعاون مدخلا لتنمية اقتصادية مشتركة تستفيد منها دول المنطقة كافة متمنيا سموه لاجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل التوفيق وتبني المبادرات التي تخدم التعاون الخليجي في تقنية المعلومات واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور عددا من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الخليجي حيث أشهد سموه بثقة للمملكة العربية السعودية ومكانتها في المحيط الآسيوي وعلى الصعيد العالمي والتي عكسها حفاوة الاستقبال التي قوبل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال جولته الآسيوية والاحتمام الذي حظيت به زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقد أعرب المشاركون في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما قدمته مملكة البحرين من تسهيلات وأسباب لنجاح أعمال اللجنة منوهين بما وصلت إليه البحرين من مكانة متقدمة في مجال تقنية المعلومات